احنا توقفنا في شرح شابتر 1 عند هذا السلايد طبعا احنا بس اذكركم باخر السلايد احنا حكينا عن مفهوم جدا جدا مهم اسمه انترابت حكينا الانترابت هي حدث بتخبر في المعالج بانه العملية انتهت تمام هاي هي طيب طب انا في عندي بالكمبيوتر كثير من الاشياء اللي عم تشتغل كثير من العمليات صح فمعناتو انا رح يكون في عندي انترابت كثير صح ولا لا فبحكينا انو الانترابت هذا كلياتو رح يكون في عندنا عملية بتنظمه فهي بسموها الكمين فانكشن of انترابت يعني نشوف كيف هذا الانترابت عندي بتنظم هلا الانترابت هي فعليا تعتبر كخدمة انترابت سيرفيس روتين روتين يعني فانكشن يعني مثل زي المثل يعني الانترابت هي خدمة تمام هاي الخدمة بتيجي من خلال انترابت فيكتور شعني انترابت فيكتور الانترابت فيكتور زي مصفوفة بيكون في عندي انترابت مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لانه انا عندي اكثر من عملية كل عملية بتقاعد بتتنافس عشان تخبر المعالج بانها انتهت اوكي فالان شو بحكينا بحكينا هذا الانترابت فيكتور يعني هذا الانترابت فيكتور انترابت فيكتور ما بيكون فيه الانترابت نفسه لكن بيكون فيه عنوان الخدمة اللي سوت انترابت يعني هذا خلينا اوضحلكم اياها بصورة ثانية يعني انا عندي هذا الانترابت فيكتور حلو؟ طيب شو بيكون عندي هون؟ بيكون عندي مثلا ادرس واحد ادرس اثنين ادرس ثلاثة وهذا بيكون نعنوين كل عنوان هو جاي من وين؟ جاي من service من خدمة هاي الخدمة هي اللي انتهت يعني خلص انتهت وبدها تعمل انترابت لميلا المعالج يعني هاي الخدمة انتهت شغلها اوكي طيب اذا الانترابت اركتكتور كيف بتكون؟ لازم تحفظ الادرس زي ما حكينا هون وهذا الادرس هو يحتوي على الانترابت هلأ بعملية التراب او ما تعرف بالإكسبشن تراب او إكسبشن يعني صار في عندي خلل او حدث معين كمان هذا هون بيولد عندي ما يعرف ايضا بالانترابت فبيحكينا يعني ممكن الانترابت الو عدة احتمالات الاحتمال الاول يا جماعة هذا الاحتمال انه العملية تنفذت بالشكل الصحيح هذا العملية تنفذت بالشكل الصحيح وانتهينا لكن ممكن يصير في عندي ايضا خطأ هاي الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث يكون اليوزر هو اللي يوقف الشغل تمام؟ فعندي ثلاث حالات لموضوع الانترابت هلأ بالنسبة هذا شو؟ هذه الثلاث انواع للمستخدم لكن الوبراتينج سيستم فيه إله انترابت خاص بسموه انترابت دريفن شو يعني انترابت؟ يعني خلص العملية انتهت هل انتهت بالشكل الصحيح انتهت بسبب خطأ انتهت بسبب توقف شيء معين ما انه علاقة الانترابت يعني اشي انتهى اوكي؟ فالوبراتينج سيستم شو بتعمل عشان يعني اتحافظ على الحالة وتنظم الشغل مع السيبيو حكت يا جماعة انا لازم اني اعرف كل اشي عم بصير عندي بالرجستر والبروغرام كاونتر خليني اوضح لكم الفكرة تتذكروا الرسم اللي رسمناها هل بننفوط بتفاصيل اكثر بالرسم اللي رسمناها يا صبايا انا في عندي هون المعالج صح؟ هذا المعالج يا صبايا ينقسم الى ثلاث اقسام عندنا وحدة الحساب والمنطق بتتذكروها اللي هي الارثماتيك لوجيك يونيت عندنا الكنترول يونيت اللي هي وحدة التحكم وايضا في عندنا هون اشي منسميه الرجسترز الرجسترز هي المسجلات اللي هي ذاكرة خاصة بالمعالج احد هذه المسجلات منسميه احنا بروغرامر كاونتر يعني الرجسترز هاي بمعنى اخر كيف بتكون فعليا بالمعالج بتكون كثيرة هيك المسجلات كثيرة كل المسجل له عمل خاص فيه واحد من هاي المسجلات اسمه بروغرامر كاونتر هذا البرغرامر كاونتر هو مسؤول علشان يجيب لك النيكست انستركشن يعني الامر التالي هذا مسؤول انه يجيب لي النيكست انستركشن يعني الامر التالي صبايا ترى المادة فهم مش حفظ اوكي هاي هي ببساطة طيب خلينا نشتغل فهلأ كل السي بي يون لما بيصلوا اي اشي رح ييجي البرغرامر كاونتر يجيب له الانترابت اللي بعده يعني هاي لما بيجي من هنا الانترابت المعالج بأخذ البرغرامر كاونتر بأخذ الانترابت الاول الثاني الثالث واحد واحد رح يدخل على المعالج لانه السي بي يون ما بتقدر تستخدم يعني تستقبل كل الانترابت اللي صار لا بتأخذ واحد واحد اوكي الانترابت ممكن انه يتجمع حكينا بفيكتور او بولنج بولنج زي بركة يعني زي مكان كده بتجمع فيه كل اشي بس ما بتكون يمرتب لكن الفيكتور زي بتكون زي الري مجمع فيه الانترابت تمام فاما بيكون هو النظام بيستخدم فكرة البولنج او بيستخدم فكرة الفيكتور عشان يخزن الانترابت اوكي separate segment of code determine what action should be taken for each type interrupt هلأ كل انترابت هو من نوع جاي اما من المستخدم او من السفتوير او من الoperating system صح ولا لا فاحنا بكل انترابت فيه كود هو اللي رح يحدد لهذا النوع تاع الانترابت يعني من وين جاي اوكي هاي هي ببساطة خلينا انا وياكم نشوف شو اللي عندي مثلا على هذا المثال هلأ انا عندي هذا المعالج هنا تمام شوفوا هون شو اللي صار عندي input output request يعني صار في عندي طلب زي مثلا متخلات مثلا انت عملت click بالماوس او بالطابعة او اشاش المهم في عندي حدث عم بصير اوكي فالان هذا اليوزر هو الان هنا ما فيه اي تنفيذ صار عندي الانترابت فاضي هذا تعليل processing والانبوت اوتبوت كان هنا ايدل يعني واقف عند مرحلة معينة هنا صار في عندي انترابت يعني صار في عندي transferring صار في عندي انتقال فشوفوا شو الانترابت كل يعني هو هو اصلا المفروض يمشي بخط سليم لما يصير انترابت بتغير اما بينزل او بطلع فشوفوا شو اللي بصير عندي انه كانت الانبوت اوتبوت خليني بس استخدم كالر ثاني عشان ابيني لكم اياها خليني هون شوفوا الانبوت كان واقف بامان بس صار في طلب نزل عشان ينقل البيانات للسيبيو بعدين رجع يشتغل بعدين صار خلص لما خلص ايش رجع لوضعه الطبيعي مشا بوضعه الطبيعي صار في عندي ريكوست جديد نزل بس خلص العملية اللي بلغه انه خلصت ورجع لوضعه الطبيعي تمام شوفوا الان لما اليوزر واقف ما اشتغل ولا اش عند لحظة معينة اشتغل بس خلص شغل بدي يرجع لوضعه الطبيعي اشتغل طلب خدمة جديدة بس انتهى رح يبقى يرجع لوضعه الطبيعي تمام يعني هاي هي التايم لاين تا الانترابت طيب ننتقل لموضوع اخر وهو ما يسمى بال دايريكت مموري اكسترابت طبعا احنا احنا حكينا عن المموري المموري اللي هي الذاكرة العشوائية خلينا نشوف شو اللي بصير هلأ في عندي انا بحكينا الانبوت والלאوتبوت ديفايس كثير سريعة بينقل المعلومات صح ولا لا لكن انه احنا حكينا انه في عندي بكل انبوت وoutput device في عندي controller يعني اشي بتحكم بنقل البيانات من البفر الى المين مموري بعدين للسي بيو نرجع نرسم انا وياكم الرسمة هاي الرسمة حكيت لكم كثير مهمة بتتذكروا هاي الرسمة حكينا هون المعالج السي بيو في عندي المين مموري لما نحكي مين مموري يعني قصدي الرام الذاكرة العشوائية اللي هي الرام هلا انا في عندي هون input وعندي هون output صح ولا لا وبالنصب يكون في عندي عمليات الprocessing المعالجة اتفقنا عليها هذي صح ولا لا طيب هلا حكينا احنا كل input شو بيكون في عنده في عنده buffer buffer شو يعني buffer اللي هي ذاكرة مؤقتة ذاكرة مؤقتة للموس ذاكرة مؤقتة للكيبورد ذاكرة مؤقتة للشاشة وكل جهاز او كل قطعة output كمان عندها ايش عندها البفر دايما هاذ البفر مصطلح مهم بالحاسب بفر يعني ذاكرة صغيرة جدا 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 تمام هلا شو اللي بصير عندي حكينا انه البفر هو بودي للمموري المموري بتودي للمعالج المعالج بودي للمموري المموري بتودي لمين للبفر تاع الoutput وهكذا اوكي طبعا مين المسؤول على انه ينقل البيانات اللي هو الcontrol مين المسؤول انه ينقل هذه البيانات كلياتها اللي قاعدة بتصير هنا اللي هو المتحكم طيب المبدأ اللي بيشتغل عليه الoperating system بيحكي انه one interrupt يعني الحدث الانترابت بتودي تعتبروه زي notification زي اشعارات عشان وضحلكو فكرة الانترابت هي زي الاشعارات فبحكي دنا انا بستقبل الانترابت لكل بلوك يعني معنى اخر انا مش كل ما يجيني حرف يعني انتي تيجي هنا مثلا على الكيبورد بدك تكتبه بي سي كل حرف يصير عليه انترابت غلط فاحنا بنعمل بلوك خلص كل ما مجموعة من البيانات بيكون فيه لها انترابت واحد مش لكل بايت اوكي هاي هي فكرتها طيب الان ننتقل لموضوع اه ال storage definition and notation review طبعا هاي هون مصطلاحات اه بهمنا من هذا السلايد كليات وهذا الحكي تمام اصغر وحدة عندنا بالكمبيوتر معروفة اللي هي البيت اللي هي البيت والبيت هي مكان اما بتخزني فيها zero او بتخزني فيها الواحد بس قيمة واحدة مسموح لك هلا انا لما بيكون في عندي ثماني بت هي واحد هي اثنين هي ثلاثة هي اربعة هي خمسة هي ستة هي سبعة هي ثمانية لما بيكون في عندك ثماني بت يعني انا ايش عندي عندي one byte ما منقل ثماني بت منقل byte كل ثماني بت هم عبارة عن one byte وطبعا الترقيم تاحها بيكون عندي من الصفر للثماني احنا بالعادة بنرقم البيت من هنا صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اللي هي ثماني بس من الصفر بلشنا وبعدها شو اللي بيجي عنا هاي هون حاكين لكم عن البيت انو البيت هو الوحدة الاساسية اما بنخزن فيها الصفر او الواحد البيت عبارة عن ثماني بيتس اوكي البيت عبارة عن ثمانية بيتس طيب هلا بحكي لنا طبعا في عنا مصطلح احنا بنسميه الورد كثير بيمر عنا بالكمبيوتر وهو معناته ممكن يعني ممكن يكون مقصود فيه واحد بيت او اكثر حسب النظام الموجود عنا فمثلا احنا لما نحكي 64 بيت ممكن احنا نحكي ثماني بيت او ورد يعني احيانا بدل كلمة بيت بيستخدموا كلمة الورد اوكي بعديها تيجي عنا الكيلو بايت الميجا بايت الجيجا بايت التيرا بايت والبيتا بايت عشان نسهل عليكم الموضوع شوفوا شو رح اعمل الان ببساطة خليني بس الاقي مكان عشان اكتب طيب شوفوا يا صبايا الوحدات الكمبيوتر بتكنوا تعرفوها كأنها زي درج سلم اوكي زي سلم طيب اول اشي في عنا البيتا بايت بعدين في عنا التيرا بايت بعدين في عنا الجيجا بايت بعدين اللي اصغر منها اللي هي الميجا بايت بعدين في عنا الكيلو بايت وبعد الكيلو بايت طبعا في عنا بتيجي البيت وبعديها رح تكون البت طبعا بين كل وحدة ايش الف واربع وعشرين الف واربع وعشرين هلا بحكي لكم شي يعني الف واربع وعشرين الف واربع وعشرين معادة من البايت للبيت اللي هي فيها ثمانية 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 بتس هلا يا صبايا عشان تحولي من اي وحدة لأي وحدة هلا اذا بدك تحولي من الكبير للصغير وانتي نازل لازم تضربي وانتي طالعي شو بتعملي بتعملي قسمي يعني مثلا لو قلت لكم انا عندي الواحد جيجا واحد جيجا بايت حوليها للكيلو بايت حوليها للكيلو بايت يعني ما رح أدخلكم بالتحويلات بس رح أوضح هاي للمعلومة لأنه صعب انتي طالبة حاسب آلي لازم تكوني بتعرفي هاي الأشياء أنا موجود هنا على القيقة حنزل على الميقة وبعدين حنزل على الكيلو يعني كم مرة مرتين وانا نازلة إيش بدأ سوي عملية ضرب معنات بتكتبي هون الواحد وبتضرب مرتين بـ 1024 في 1024 وبيطلع عندك الجواب بالإيش بالميقة عرفتوا كيف؟ يعني زي ما كنا نحوى من سانتي للكيلومتر وهكذا هلا بالنسبة للـ Storage Structure شوي رح ندخل الآن لوحدات التخزين الموجودة عندي في الحاسب الآلي المين مموري حكينا عنها كثير هي وحدة التخزين المتصلة مع المعالج هي الوحيدة اللي بتقدر تصل للمعالج بالشكل المباشر والمين مموري هي نفسة الـ Random Axes يعني الذاكرة العشوائية وهاي المين مموري شو مميزتها؟ Vulletail يعني ايش؟ يعني متطائري يعني مجرد ما قطعنا التيار الكهربائي كل اشي مخزن في هذه الذاكرة رح يطير هلا في عنا ايضا ايش ما يسمى بالـ Secondary Storage وحدة التخزين الثانوي هاي وحدة التخزين الثانوي مميزتها انه Non-Vulletail يعني ما بتطير أوكي ما بتطير وهي ايجت امتداد للمين مموري طبعا الـ Second Storage زي عنا زي الـ USB زي الـ Hard Disk وغيرها اوكي؟ من اشهرها طبعا الـ Hard Disk الـ Hard Disk هو عبارة عن نوع من المواد مواد أو ممكن يكون Glass Platter Platter يعني اللي هو زي أصلا الـ Hard Disk يا صبايا هو زي CD زي CD بس بيكون فوق بعض يعني انه عندي اكثر من CD اكثر من CD فوق بعضهم وكل هاتهم بتعاملوا مع مغناطيس قارئ مع قارئ مغناطيس يا فون تمام؟ طبعا شو الفكرة؟ انه احنا بنعرف الـ CD بس خليني ارجع ارسملكم اياها او البلتر بناش نحكي CD هو غلط انحنا نحكي عنه CD يا فكرة هو اسمه Platter هذا البلتر هو عبارة عنه كذا تمام؟ وهونا اذا بتلاحظوا دائما فيه عندنا مسارات زي هيك هاي الدوائر ايش بيسموها Trax يعني هاي المسارات اسمها Trax هاي اللي Trax كمان مقسمة الى اجزاء زي كذا تمام؟ الى كذا كل جزء منها بنسميه Sector كل جزء اسمه Sector اوكي؟ هاي كل جزء اسمه Sector هلا Disk Control احنا حكينا كل قطعة بالكمبيوتر لها Control فانا بحكي عن الهارد ديسك فاكيد عندي Disk Control يعني متحكم في الديسك هذا المتحكم في الديسك هو وظيفته انه يوظف يعني او ينظم العمليات ما بين الهارد ديسك والكمبيوتر يعني القطعة الاخرى تمام؟ هاي هي ببساطة في عندنا نوع اخر من الديسك بسموه Solid State طبعا هذا الـ Solid State هو يعني تقنية جديدة اسرع بكثير من الهارد ديسك القديم ونفس الاشي مميزته انه non-volunteer يعني غير متطاير يعني لو انت قطعت تيار الكهربائي هي موجودة البيانات عندي مخزنة جاهزة Virus Technology يعني هو ممكن ان تلاقوه بالسوق موجود عندي بتقنيات كثيرة واصبح انه كثير مشهور في هذه الايام هلأ بالنسبة للإستروج يا جماعة رح تلاقوه انه في عندي انواع واشكال لكن احنا منقسمها حسب السرعة والتكلفة اللي هي الـ Cost والVolatility يعني هل البيانات رح تضيع بعد انقطاع التيار الكهربائي ام لا طيب خلينا نرجع بس شوية الى هاي الرسمة انا رسمتها من زمان وحكيت لكم انه شو مشكلتها هاي الرسمة اوكي هاي مشكلتها الرسمة انه عندي المعالج هنا سريع جدا والرام بطيئة فعشان يحلوا المشكلة يحطوا ذاكرة بالنص سموها الكاش فصار الرام يودي للكاش الكاش تودي للمعالج المعالج يودي للكاش كذا شو الهدف منه من هاي القطعة بالكمبيوتر الكاش عشان اسرع العمل او انتقال البيانات ما بين الذاكرة الرئيسية والمعالج اللي هو الـ CPU او الـ Process حكيت لكم مرات هون ما بيحكوا CPU بيحكوا Processor او Process Processing أي اشي معالج طيب يلا خلينا نتمن هلأ شو فكرة الكاش كاش بكيش هو بنسخ المعلومات وطبعا الكاش جدا سريع Faster Storage System المين ممري كان view a cache for secondary storage والمين ممري هي اللي بتتعامل مع الكاش شايفين هي المين ممري والمعالج بتعاملوا مع الكاش فالمين ممري بتشوفها على اساس انها وحدة تخزين ثانوية فقط لا غير اوكي هاي هي ببساطة طيب احنا حكينا لكل جهاز input output في عندي control صح؟ في control بتحكم فيه يعني فيه اشي control بتحكم بالماوس فيه control بتحكم عندي بالكيبورد طب هذا الـ control عشان يتعرف عليه الـ operating system لابد انه يكون في عندنا device driver ايشي منسميه device driver هذا الـ device driver مهمته يعرف للـ control الخاص بالـ input والـ output بمعنى اخر انه كأنه هو عبارة عن واجهة ما بين الـ control والـ kernel حكينا الـ kernel اللي هو ايش يعني الـ operating system الاساسي معنى اخر اعطيكم ابسط مثال الان انت اشتريتي طابعة من السوق تمام انت اشتريتي الان عندي طابعة صح؟ اشتريتي طابعة هاي الطابعة ما رح تشتغل على جهازك لين ما تعرفيها صح ولا لا شي يعني تعرفيها يعني تنزل الـ device driver عرفتو؟ هذا هو البطاقة التعريف طيب نشوف الشكل التالي الان هذا الشكل هذا الشكل بيوضح لك انه الذواكر من الاسرع شوفوا احنا كل ما نزلنا مني يعني هذا هذا حفظ هذا حفظ هذا حفظ كل ما طلعتنا لفوق كذا كل ما كانت اسرع شوفوا فاستر اسرع خليني استخدم لون ثاني وكل ما نزلته لتحت بهذا الاتجاه شو صارت صارت ابطاء وبنفس الوقت انه احنا كل ما نزلنا ايش بتكون بس تكون حجمها اكبر لكن كل ما طلعنا لفوق ايش رح تكون رح تكون اصغر يعني ببساطة عندي الرجستر حجمها صغير جدا لكنها سريع جدا لكن شوف الـ optical disk مثلا هنا لا حتكون كبيرة وبطيئة تمام فهذا انتو لازم تحفظوه بالترتيب اه يعني عرفتو فهذا حفظ طيب بتكو تنتبهوا كمان انه الرجستر والكاش والمين مموري هم المتطايرات هذول المتطايرات يعني مجرد من قطعت التيار الكهربائي البيانات فيهم بتضيع لكن من بعدها بتصير ايش نون فوليتيري يعني ما بتطاير لستوريج اوكي هاي هي لازم تنتبهوا واول ثلاثة الرجستر والكاش والمين مموري هذول برايماري ستوريج يعني وحدة تخزين اساسية لكن الباقي هاذا ايش بسموه ثانوي اللي هو نون فوليتيري مموري زي الروم الهارد ديسك بلا 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 والباقي ايش منسمي هذا الثالث يعني وحدة تخزين ثالثية عرفتو فلازم تنتبهوا للمصطلحات خلينا نبلش نحكي شوي عن الكاشنج الكاشنج هو مبدأه جدا جدا مهم طبعا هو موجود عندي بالكمبيوتر هو قطعة هاردوير جدا مهم بالنسبة للأوبرايتنج سيستم والسوفتوير شو فكرة الكاشنج فكرة الكاشنج انه هي بتنسخي المعلومات تمام اللي احنا بنستخدمها كثير كله هذا عشان تسرع عشان تسرع عملية التخزين المؤقت اي تخزين مؤقت الموجود عندي بالذاكرة فيعتبر الكاش هو فاستر ستوريج وحدة التخزين وعالي جدا طبعا الكاش غالي غالي كثير يعني فشو اللي بصير عندي خلينا نرجح هنا الـ CPU شو بيعمل بيبعثني يعني للكاش يعني هلا الاول اشي من شيك على الكاش اذا الاشي موجود في الكاش انتهينا ما في داعي مثلا اوديه على الـ CPU اوكي يعني مثلا انا بدي اودي اشياء من الممر للكاش من شيك هاي الاشياء موجودة بالكاش موجودة خلص فيش داعي اوديها مرة ثانية الكاش بالعادة منخزن فيه البيانات اللي احنا دائما نستخدمها بكثير يعني عشان اقل الانتقال ما بين الممر والـ CPU تمام فا انا اول اشي رح اشيك اذا هاي المعلومات موجودة خلص اذا ها موجودة بالكاش خلص رح نستخدمها بشكل مباشر ورح تكون عندي سريع اذا كانت هاي البيانات مش موجودة فانا بضطر اني انسخ البيانات للكاش سواء كنت جايبها انا من الممر او من المعالج طبعا الكاش حجمه اصغر بكثير من وحدات التخزين الاخرى والكاش له عملية ادارة خاصة فيه يعني فيه عندنا اصلا يعني important design problem يعني ادارة الكاش هي مشكلة يعني فيه ابحاث كثير بتناقش هذا الموضوع وكمان فيه شغلة ثانية انه الكاش size and replacement policy فيه عندي سياسات معينة لحجم الكاش وكيف انا استبدل المعلومات الموجودة عندي بالكاش طيب شوفوا معي الان هذا الجدول هذا الجدول بيوضح لي الـ level شو اللي صار عندي يا جماعة شوفوا هنا المضمنت between level of storage hierarchy كان explicitly او implicitly فيه عندي مصطلحين بالله يركزولي عليهم الـ explicitly يعني بشكل صريح يعني عينك عينك احنا منحكيها بالعامية يعني واضحة كتابة لكن implicitly يعني ضمنيا يعني الحكي اليك واسمعي يا جارة زي ما منحكي الـ explicitly يعني اشي مكتوب قدامك اللي اندلستلي يعني ضمنيا من ضمن الحديث تمام طيب شوفوا الان عندي انا باول اشي الريجستر بيكون داخل المعالج بعدين الريجستر هو اللي بتصل مع الكاش الكاش بيكون موصول مع المين موموري المين موموري بتكون موصوله مثلا مع solid tech disk بعدين او magnetic disk فكل واحدة هي موصوله بالمستوى اللي بعده شايفين كده طبعا في عندي هذا الجدول بيوضح لكم الفروقات الصيز طبعا الريجستر اقل من كيلو بايت الكاش اقل من 16 المين موموري اقل من كذا 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 التكنولوجي المستخدمة في الريجستر في عندنا اشي بيسموه السيموز طبعا هاي نوع من انواع الدواكر اوكي وهي بتشتغل على نوع ما من البطاريات يعني حتى لو انقطعت الكهرباء فيها بطارية بتشتغل لوحدها الكاش كمان في عنده on shape وoff shape وسموز هاي كمان بتشتغل على السيموز solid disk لا فلاش موموري هذا بتشتغل على المغنتيك المغناطيس وهكذا شوفوا الكاش الان سرعته بالنانو سكند شوفوا قديش شوفوا هذا قديش بالنانو سكند فهاي سرعة الوصول حتى استرجع البيانات سرعة انتقال البيانات من والى هذي وحدة التخزين شوفوا قديش ميجا بايت بالثاني يعني بالثانية كم ميجا بايت بقدر شوفوا هاي هؤلنا 20 ميجا بايت شوفوا هون 20 الف ميجا بايت طبعا الريجستر مين اللي بيعملو ادارة اللي هو الكومبيلر هذا بيعملو الهارد وير المين موموري الوبرائتنج سيستم مسؤول عنها وSolidity Operating System والMagnetic Operating System هنا كل وحدة التخزين مسؤولة من شخص معين أو جهة معينة Backed by يعني هلأ مين بترجع هلأ الRegister بترجع من مين أكيد من الكاش والكاش بيرجع بيأخذ معلوماته من المين مموري والمين مموري بتأخذ من Solidity Desk يعني سموها Desk ليش لأنه في عندي أنواع منها وهي بتأخذ من الدسك الثاني وهكذا هاي هي ببساطة المقارنات اللي فيها طيب نفترض الآن خلينا نشوف السيناريو بدنا نعمل ننقل البيانات مثلا Data A من الDisk to Register كيف بتنتقل عندي البيانات بالكمبيوتر من الHard Disk للRegister حكياناها ببساطة إنتوا لو عرفتوا هذه الرسمة اللي أنا رسمتها هنا خلاص إنتوا حفهمتوا الOperating System على فكرة شوفوا الآن نفس الحكي اللي حكيتوا الآن الHard Disk موجود حرف A موجود عندي على الHard Disk حيوديه على المين موموري المين موموري حيوديه على الكاش والكاش بعدين حيوديه على الRegister صح ولا لا؟ هاي هي مبدأها هاي هي مبدأها طيب بنفس الوقت لازم إنه نكون ضامنين إنه أنا ما أخذ آخر قيمة يعني على سبيل المثال أنا في عندي معالج Process 1 و Process 2 أو برنامج واحد و برنامج اثنين هذا بكتب حرف A لا هذا بعدين كتب حرف B هاي القيمة الأحدث فلازم أنا أشوفها على الشاشة B عرفتو فهاي هي الريسنت فالو يعني القيمة الجديدة القيمة الجديدة طبعا الملتي تاسك بيختلف عن الملتي بروسيسور الملتي بروسيسور يعني إنه بيكون في عندي أكثر من معالج أكثر من معالج شوفوا All CPUs حط لك S عندي CPU يعني أنا الملتي بروسيسور إنه أنا عندي بالكمبيوتر بس أوضح لكم إياها بالكمبيوتر بيكون في عندي CPU 1 CPU 2 تمام CPU 3 وهكذا أكثر من CPU هذا بسموه الملتي بروسيس طبعا إذا كان عندك ملتي بروسيس أكثر قضية إحنا منهبنا الكاش كوهيرانس يعني التوافق المعلومات في الكاش ودائما الكاش لازم يأخذ الريسنت فاليو يعني أحدث قيمة أو الموست ريسنت فاليو أحدث قيمة موجودة عندي طبعا الملتي بروسيسور يا صبايا هي بتشتغل بي ديستريبيوتيد انفايرمينت في بيئة النظام أو الحوسب الموزعة طبعا الحوسب الموزعة ديست أبكر عليكم رح تأخذوها إن شاء الله لقدام طبعا الحوسب الموزعة نظام جدا معقد اللي هو أكثر من حاسب آلي عم بيشتغله بنفس الوقت لما بيكون في عندنا أنظمة موزعة يعني تخيلي يكون عندنا عشرة كومبيوترز بيشتغلوا على نفس الملف فمعناته في عندي نسخة كثير رح تكون موجودة وطبعا في إلها مشاكل والسليوشن تاعها رح يكون عندنا في شابتر 17 لكن ما رح نوصله هاي هي ببساطة رح نوقف هون وإن شاء الله رح نكمل الجزء الباقي إن شاء الله يعطيكم العافية